قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين طيب بعد ذلك الصفحة رغم 15 دليله قال على بيعة المشايخ إنك تبايع شنا جماعة تبايع المشايخ في صفحة رغم 15 شوفوا الأدلة الجابة دي كلها وجاب بعدها طوالي الطريقة التجانية يعني تبايع مشايخة الطريقة التجانية الدليل شنو يا أحمد داود واحد قال قال تعالى يا اخي خلو الزول ده يا ما خلوكم معي قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يض الله فوق أيديهم ده شنو ده منو البايعون في الآية ده أحمد داود أحمد داود منو ده ده الرزوز أسلم يا ناس الآية ده ما عنده علاقة بأحمد داود ولا ولا شيخ أحمد داود ولا أي درويش لا في معاه للناس عطالوا كذابين ومجرمين يجيبوا آيات في غير محلة ينزلوها شنو الشبال المسلمين الدليل التاني قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عيصة يعني أوفوا بالعهود والعقود والمواسيق وينوين العقود الله حرم إنك تبايع أي شيخ طريقة حرام الله حرمه في القرآن وينده قال تعالى إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال الإمام البغوي هذا الكتاب موجود في معالم التنزيل قال أمر الله نبيه نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن كل من فرق الدين وأن لا ينتمي إليهم والخطاب لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم أجيزوا لعمل طريقة عمل جماعة عمل حزب تجانية سمانية قادرية ختمية أخوان مسلمين أنصار سنة غيره صار ماها دي كله ما أجيز لك تمشي تنتمي ليك لحزب ولا جماعة والسجل اسمك جواه كله باطي ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شنو يا جماعة لست منهم في شيء طيب أحمد داود يقول في مقطع له في اليوتيوب اسم الآيات في القرآن الكريم التي اتتح أنا قاعد أديكم مختطفات ما ماشي بالدور الكلام أنا راصده بتاعة ثلاثة ساعات فأديكم له في أقل من عشرين دقيقة عملوا بمختطفات بسيطة لأعظم الشبهات اللي بركز عليها هنا لكن أصلا شبهاته كثيرة كله دي موجودة راصدة ودير ردود بتاعتها طيب قال في مقطع له في الآيات بعنوان الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن علم التصوف أكثر من آيات الحكام كلام دا أنتوا فهمين يا جماعة قال الآيات اللي بتتكلم إنك تبقى صوفي في كتاب الله في القرآن أكثر من آيات الحكام دعنوان المقطع يلا نشوف كلام أحمد داود وافق الكلام دا ولا ما وافق واحد قال التصوف هو المقام الثالث من مقامات الدين كما أصلينا شيخ هارون أصلينا مولانا الشيخ هارون بأنه التصوف هو المقام الثالث من مقامات الدين أنت عارب المقام الثالث يعني شنو؟ يعني الإحسان ما قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن شنو؟ الإحسان الإحسان هذي الدرجة الثالثة هو قال المقام الثالث قال له واشنو؟ أفسرك كلام حيتي كسب لسان أحمد داود يعني قال أعلى درجة في الإسلام قال له واشنو؟ تبقى صوفي أعلى درجة في الإسلام تبقى صوفي وجايب لهم كلام كذبوا فيه على الإمام مالك ده بيقوله أحمد داود وبيقوله محمد المنتصر الإزيري المجرم التاني من تفقها ولم يتصوفه فقد تزندقه ومن تفقها وتصوفه فقد تحققه الإمام مالك ما قاله ما قاله وانت عارب قاله منه عودانا وري قاله منه ده ونه كتابا للنصر العلمي أجيبه بيش بالكتاب كتابا للنصر العلمي لأهل الطرق الصوفية ده الكذب على الإمام مالك قال الإمام مالك قاله في المراجع تحت في الحاشية قال الشيخ أحمد زروق ولجنوب عارف وري قصة شوف بعينك في الصفحة ستين صفحة رغم ستين قال وقد ورد في الأسر ده عبد المحمود نور الدائم وكتابا للنصر العلمي لأهل الطرق الصوفية ده جميع شبهات الصوفية بمرقوة من هنا يعني لما نجح أحمد داود وقل لك قالت مخزن كامل وغال ابن تيمية وغال الغرطبي وغال ابن كسير لا شاف الغرطبي لابن كسير لابن تيمية طلع الكلام ده من هنا ده هو الزولة قال لهم ابن تيمية قال والقرطبي ابن كسير هنا شافوا ده بس عرفت كلامي؟ كله جوه هنا في الصفحة رغم ستين قال وقد ورد في الأسر وذكر أسر قال ومنه قول الإمام الأئمة وإمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس يا سيد نتك رضي الله عنه قال من تصوف ولم يتفقها فقد تزندق ومن تفقها ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق مش المبروض تحت يقول قالوا الإمام مالك في المدونة الكبرى مش كده في الموطة بتاع مالك مش كده نقلوا عنه ابن عبدالبر في كتابة تمهيد ابن عبدالبر المالكي ولا غيره أوريه قالوا منه قال راجع كتاب قواعدة التصوف للشيخ أحمد الزروق المغربي القاعدة الرابعة صفحة أربعة ده النجار ده النجار الكبير مالك ما قال الكلام ده فيم تكلامي؟ وحتى لو حتى لو جبت أي كلام لعالم قديم قال في صوفية كويسين معينتا؟ في بعضهم كويسين الليلة الصوفية الكويسين ده الواحد منهم ما فيه زي موضوع النصارى ربنا قال وَلَتِجَدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً ده لِي أَتُمْ ده لِكَانُوا زَمَانًا أي نصران الليلة كافر ومجرم وأي صوف الليلة ما بنقول كافر لكن أي صوف الليلة الضال ومبتدع وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان